موسيقى يا مساء الخير مشاهدين الكرام وحياكم في حق الجددة ومتنوعة من برنامج سيدتي البرنامج اللي هم كل امرأة واسرة عربية مشاهدينا كالعادة طالما في سيدتي فأكيد فقرات متنوعة وبالنسبة لنا من الرياض عندنا فقرتين في الفقر الأولى بنناقش فعاليات التوعية بقصور عضلة القلب لكن فقراتنا الثانية يتعرف عليها طبعا مع زميلتي مشاعر مساء الخير يا مشاعر يا مساء الخيراتي رانيم أمسي عليك وعلى جميع مشاهدين سيدتي أما باقي فقرات الرياض فبنتعرف على آخر حملات جمعية إطعام لحفظ النعمة كما بيكون بضيافتنا اليوتيوبر فيصل الأحمر واسمحوا لي أمسي على زميلتي غادة في جدة وانتقلها لتعرفنا على فقراتها يلمس الخيرات يا غادة شكرا لك يا عزيزتي وتحية لكل من يتابعنا الآن على شاشة روتانا خارجية وتحديدا برنامج سيدتي اليوم من جدة نتحدث في فقرتنا الأولى عن ورشة عمل احترافية للتصوير في جدة بينما في فقرتنا الثانية عن توجه الفتيات للأطباق الصحية وبحثهم الدائم عن الرشاقة ولكن قبل ذلك دعونا نعود إلى الرياض لتبدأ فقرات سيدتي شكرا غادة وقبل ما نبدأ مشاهدينا نذكركم بمتابعة حلقات البرنامج عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهرة أمامكم على الشاشة وطبعا ما تنسوا التفاعل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وانستجرام وعلى صفحتنا في الفيسبوك وأما الآن في جولة سريعة على عنوير حلقة سيدتي لليوم وبعدها تستحبكم زميل تيرانيب في جولة على أبرز أخبار الصحف في سيدتي اليوم أبرز أسباب قصور عضلة القلب وطرق حديثة لعلاجها جمعية إطعام تطلق أكبر حملة خيرية لنجل ثقافة حفظ النعمة الباحث عن فرص النجاح اليوتيوبر فيصل الأحمر في ضيافة سيدتي ورشة عمل عالمية لفرون التصوير في جدة غيري أسلوب حياتك يتغير كل شيء إذا مشاهدين والآن طبعا اسمحوا ليأخذكم في جولة في أهم أخبارنا الصادرة في الصحف السعودية وأكضا أبرز الأخبار العالمية خبرنا أول مشاهدين من صحفتنا المحلية بعنوان خادم الحرمين الشريفين أي مواطن يستطيع مقاضاة الملك أو ولي عهده في التفاصيل أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على حرص الدولة على تطبيق الشريعة الإسلامية التي تتيح للجميع رفع الدعوة على أي أحد ولو كان الملك نفسه أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة المالكة مشيرا إلى أنه لا توجد في المملكة حصانة لأحد ضلمقاضات كما هو موجود في بعض الدول التي تمنح الملوك والرؤساء حصانة عن الدعوة طبعا مشاهدينا كان ردود فعل جميلة جدا وكبيرة جدا تحديدا حول هذا الخبر طبعا الأبرز حضورا كان على تويتر هذا الخبر تحديدا وأكيد طبعا هو خبر جميل جدا وإيجابي إلى خبرنا الثاني مشاهدينا بعنوان صحيفة الوطن 13 سعودية مرشحات لدخول السلك الدبلوماسي نتعرف على تفاصيل هذا الخبر الجميل أيضا احتفلت جامعة دار الحكمة بتخريج أول دفعة من طالبات الماجستير في العلاقات الدولية والبالغ عددهن 13 طالبة ومن المنتظر أن تعطي هذه الدفعة من خرجات قسم العلاقات الدولية أن تعطي المرأة السعودية دفعة قوية للعمل كموظفة ومسؤولة علاقات عامة في سفارات المملكة بالخارج كذلك إعطاها الفرصة للوجود في الحقل الدبلوماسي كمسؤولة عن العلاقات العامة الدولية ما بين المملكة والدول الأخرى إن شاء الله دوم هذه الأخبار الإيجابية إلى خبرنا ثالث مشاهدين من صحيفة عكاظ بعنوان استبعاد الموظفين والموظفات من الابتعاث إجتفاصيل هذا الخبر يشفت وزارة التعليم عن ملامح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الثالثة وظيفتك بعثتك والذي سيبدأ التقديم عليه في العاشر من شهر رمضان المبارك ويشمل جميع الخرجين والخرجات من داخل المملكة وخارجها ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي ستعلن في فترة لاحقة مؤكدة استبعاد الموظفين والموظفات الذين هم على رأس العمل من البرنامج إلى خبرنا رابع مشاهدين بعنوان التعليم ست سنوات الحد الأقصى لبقاء المدير والوكيل في المدرسة في تفاصيل الخبر أصدر وزير التعليم الدكتور عزام تخيل قرارا بتشكيل لجنة للقيادات المدرسية بديلة للجنة مديري المدارس ووكلائها وجاء ذلك في خطاب وجهه الدخيل للإدارات مطالبا فيه بتشكيل هذه اللجنة والغاء السابقة وتكون اللجنة الجديدة مكونة من مدير التعليم ومساعده لشؤون تعليم البنين والبنات وكذلك الإشراف التربوي وشؤون المعلمين والقيادات المدرسية ومشرفيها كما نص القرار على المدارس الحكومية ألا يمضي القائد في مدرسته أكثر من ست سنوات إلا من يرغب في البقاء ممن حصل على جائزة التعليم في فئة قائد المدرسة أو الذي تميز في إدارته لثلاث سنوات متتالية أو الذي يعمل في مدرسة ذات بيئة خاصة أو المدارس التي فيها مشروعات وزارية أو من لم يتبقى على نهاية خدمته سوى عامين ويتضمن ذلك الوكيل الذي أمضى ست سنوات في مدرسته فيتم نقل الأقدم منهم إذا مشاهدين هذا الخبر ينطبق على إذن المدراء المدارس والوكلاء والاستثناءات تشمل المدراء والوكلاء وطبعا الذي ذكرناه بالخبر خبرنا الخامس مشاهدين والأخير من صحفتنا المحلية بعنوان الزي والرخصة تتصدر عن مقترحات لبناء المعايير المهنية للمعلمين في تفاصيل خبرنا شهدت هيئة تقويم التعليم العام منصة معلمون الإلكترونية والتي أعدتها وتشرف عليها الهيئة بهدف تلقي أراء ومقترحات ومرئيات المعلمين والمعلمات تفاعلا كبيرا من قبل المعلمين حيث جاوز عدد من شاركوا بمقترحاتهم 1300 معلم ومعلمة هذا وتصدرت مقترحات المشاركين بضرورة دراسة تغيير الزي الرسمي للمعلم المشاركي في الميدان مفضلين استخدام زي خفيف ومرن كالأطباء والممرضين والحصول على رخصة مزاولة المهنة والتي طلبوا أن تتجدد كل خمس سنوات إضافة إلى ربط ذلك بالحوافز المالية وحصوله على دورات تدريبية بشكل سنوي بحيث لا تقل عن 20 ساعة سنويا خبر جميل جدا مشاهدين تحديدا فيما يخص موضوع الدورات ورخصة لمزاولة المهنة مثل غيرنا من بعض الدول يعني كل فترة يكون في اختبار تجريب وتحصيله طبعا للدرس إذا كان كفء للتدريس أم لا إلى مشاهدين أخبارنا العالمية عندنا خبرين الخبر الأول صراحي عور القلب نتعرف عليه مشاهدين بعنوان طلب الإذن من رئيس دولته لقتل أولاده نتعرف على التفاصيل طلب والد هندي الإذن من رئيس دولته بقتل أولاده الستة لتخفيف آلامهم لأنهم يعانون من مرض نادر في الجهاز العصبي وذكر أن الرجل الهندي أراد وضع حد لمعاناة أولاده الذين تتراوح عمارهما بين الثمانية وثمانية عشر سنة والذين شخصوا بمرض كانفان النادر الذي يضرب الجهاز العصبي ومع تطور نمو هذا المرض في أجسامهم فقد الأولاد حاستي السمع والنظر وأصيبوا بالشلل وفي رسالة مؤثرة إلى رئيس الهند طلب الوالد إذنه لإنهاء معاناة أولاده من خلال القتل الرحيم لأنه لا يستطيع تحمل تكلفة علاجهم وقال في رسالته تعبت من الاهتمام بأولادي فمع الدخل الشهري الذي أتقاضاه لا أستطيع القيام بالمزيد لمساعدتهم وأضاف في السنتين القادمتين لن يتمكن أولادي من المشي وسيعيشون حياتهم في مأساة خبر صعب وما نقول غير ربي يديم علينا وعلى الجميع الصحة يا رب إلى خبرنا الثاني شمم مشاهدينا بعنوان يعني يفترض الأماكن الخطرة الشخص ما يروحه لكن اسمع هذا الخبر مشاهدينا مطعم فوق بركان يطهي طعامه في 450 درجة مئوية إيش التفاصيل مشاهدينا يبدأ موسم الشواء عادة في فصل الصيف إلا أن هذا المطعم توصل لطريقة جديدة لطهي الطعام على نيران بركان تبلغ درجة حرارته الجوفية 450 درجة مئوية المطعم يسمى الديابلو أو الشيطان وهو موجود في جزيرة لانزاروت أحد جزر المحيط الأطلسي واستخدم الطهاء فيه حرارة بركان جوفية تتراوح ما بين 450 درجة مئوية لشواء اللحوم والأسماك والدجاج من قائمة المشفيات البركان مشاهدينا موجود حاليا في حديقة تيمانفايا الوطنية بالجزيرة ويعتمد المطعم على البركان الخامد في إنتاج رشقات نارية من الحرارة أو البخار الساخن والتي ترتفع من خلال ثقب في الأرض لشواء اللحوم الموضوعة على شبكة من الحديد إذن مشاهدينا ما نقول غير عوافي مشاهدينا أكيد فقراتنا مستمرة لكن بعد الفاصل سيدة مول الآن على جهازك وموبايلك أول موقع من نوعه عربيا تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتي طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك سيدة مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في نادي خاص لتتفاعل وتفوزي بعروض شراء لك وحدك سيدة مول الوجهة الأولى للماركات العالمية في سيدته بعد الفاصل أبرز أسباب قصور عضلة القلب وطرق حديثة لعلاجها